السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه مع قناة فن الرسم الحتم المصري ان شاء الله نرسم النهاردة بروتريه بس بطريقة جديدة بطريقة المربعات والخطوط والمثلثات والدواير النهاردة هنبدأ نرسم مع بعضنا كده بالمسطرة وبالمقاسات وكل حاجة هنبدأ نشتغل بها مع بعض اول حاجة بعمله في البرتريه رسم الخط افقي وخط رأسي اي رسم البرتريه باخد الخط الافقي والخط الرأسي اللي انا بعمل فيه بمنتصف الواجه بمنتصف الواجه عملت خط افقي وخط رأسي يعني واحد بالطول واحد بالعرب هبدأ هنا ازبط الخطوط عشان ابدأ ان انا اعمل كل حاجة على حده اول حاجة الخط هنزل منه خط بسيط صغير واخد علامة واخد منه خط صغير بنفس الشكل واطلع به بمثلث لفوق بمثلث انا اول رسمة عملتها رسمة مسلث ولازم ازبط الخطوط بالزبط بمثلث عشان المساحتين اللي هم في المثلث يقوم مزبطين بالزبط معي برسم بخطوط رفاياع عشان اقدر لو الخط طلع كبير شوية معي اعرف انا امسحه دي اول حاجة برسمها في البرتري اللي انا هعمله دلوقتي تاني خطوة بعمل ايه باخد بنزل مهنة بعمل دايرة بسيطة كده في منتصف في منتصف المنتصف دوت بتاع المثلث باخد دايرة بسيطة كده باخد دايرة اصغر من فوق كده باخد باخد دايرة من ناحية التانية بنفس مقاس الدايرة كده انا رسمت ثلاث دوائر جوة المثلث هابدأ هابدأ ان انا اشد خط من هنا من فوق المثلث بنفس الطريقة دي انتم الخط دا اللي هو يبقى خط الحاجب حاجب اللي هو هنا دا خط الحاجب حتى أصبت العين أخذ خط لفوق وأخذ خط لفوق أخذ 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 خط لفوق رسمت أول خط لفوق خط لفوق ثلاث دوائر دائرة كبيرة ونزلة تحت ودائرتين صغيرين على ناحية الشمال واليمين. دي الأنف بتاعتي. ماشي دي الأنف. طلعت بخطين لفوق من المسلث اللي حد خط الحاجب. المفروض ان هو هنا مش هيبدأ الحاجب بتاعي. لا هتبدأ العين. هنا. لو انا رسمت هرسم هنا. قناة دمعية. تفعت العين. واطلع. من هنا. عشان ارسم العين هاخد دايرة. اخد مقاس دايرة كبيرة شوية عشان ابيعلكم الرسمة هتبقى شكلها ايه? اخد اخد مقاس دايرة كبيرة. اخد مقاس دايرة كبيرة. لقد رسمت دائرتين خارج المسلف رسمت دائرتين خارج المسلف رسمت الخطين وخذت من هنا رسم الحجب بنفس المستوى للناحية الثانية رسمت هنا الحجبين قط الشعر يبقى هنا في اخر حرف وانزب به زي ما انا عاوز كده انا رسمت خط لفوق لسه انا مخلصتش رسمتي خالص ولا تلعى التفاصيل ولا تلعى اي حالة باخد من هنا دائرة بسيطة صغيرة كده بايدي بتخش هنا شوية وباخد دائرة هنا خط دائرة خط خط طويل من منتصف العين هنا ومنتصف الدايرة دي ومنتصف الدايرة دي بنزل بخطوط طولية كده ماشا جماعة هاجي هنا اراح واخد خط تحت الدايرة اللي انا عملتها هنا واجي اخد دائرتين تحت الخط دا معايا كده كده انا رسمت دائرة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الوهمية سبعة تمانية تسعة دول الدوائر مستلس المستطيل اللي هو المربع ده وبعد كده فيه مستطيل ده بعد كده بنسل هنا باخد الخط الأخير بتاعي اللي هو بيبقى خط الدقن اللي هنا اللي من تحت خالص هبدأ ان انا اشكل رسمتي على كده ااخد خط من هنا من بعد الحاجب وانزب به تحت خالص واخد من هنا خط من بعد الحاجب بشوية وانزب به تحت خالص خلاص بعد كده ااخد من هنا كده شايفين دي هتنزل بكيرف كده عشان تبدأ تديني الدوران بتاع الوجه باستخد من هنا خلاق خلاق نبقى 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 هذه هي طريقة جديدة انا بعملها عشان الناس المبتدئين خالص خالص اللي عاوزة ترسم بورترين احنا كده رسمنا يا جماعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانين تمن دواير اتنين للعينين تلاتة للانف تلاتة للفم وبعد كده رسمت مسلس اللي هو الانف من فوق خط من هنا وخط خط من اول العين من هنا ومن اول العين هنا عشان انزل بها لحد اول الانف بتاعتي اللي انا هشتغل عليها والعين نفس الطريقة هشتغل على الدواير اللي فوق دي وده عملت مربع وده عملت نستطيل اللي هي من اول العين لتحت للفم والحاجبين زي ما انتم شايفين كده طبعا ده كله بتبقى شكل مبدئي للرسم اللي انا هرسمها طبعا الاوزن بتبدأ من هنا من الخط ده بتاع اخر الانف لحد الحاجب بس طبعا انا هبدأ ارسم لوك واحدة واحدة مع بعضنا كده ونبدأ نشتغل معانا مع بعض جزء جزء انا رسمت شكل مبدئي خارجي لبرا ولسه هكمله يعني انا موقفتش عنده انا بارسم اطار عشان ابدأ اشتغل جوه الشكل بتاعي كده عملية التسطير والمربعات والدواير خلصة عاوز اطلع من المنظر اللي شكله مش عاطفي ده بورترين هطلع منه بورترين اعمل ايه انا بجيبلكو درجات معينة باشكال هندسية معينة انا اللي باختريعها عشان اطلع لكو شكل بورترين وصلت للدرجة دي قبل الفيديو بالصبب بالضبط قبل الفيديو وصلت ان انا اعمل الدرجة دي قبل الفيديو كل ده هيتزبط وانا بارسم ابدأ اعمل العين عشان اعمل العين النقطتين اللي انا عملتهم دول هاخد منهم خطين كده اه دي خط دول خطين هل المساحة دي هي المسافة دي مصبوط الخطين دول هطلع منهم من هنا اطلع سننا البرة وابدأ اطلع بالعين بتاعتي واقطع هنا واجيب كده واخد من تحت نفس الطريقة كده اطلع فوق كده واخد القناة دمعي بتاعتي كده ونفس الطريقة هنا باطلع برا سننا واخد الخط واخد الخط الخارجي من فوق وانزل بي لبرا كده واخد الخط من تحت اطلع بي كده واخد القناة دمعي بتاعتي واخد القناة دمعي بتاعتي كده انا رسمت العينين كده انا رسمت العينين من جوه هنا انزل هنا واخد الخط لكده واخد الخط لكده كل ده انا عشان ابيلكم الشكل يبقى عزيزي من هنا اشد خط كده لهنا واخد سنة كده سنة كده تنزل لتحت الاول الدايرة اللي انا عملها من تحت ومن هنا نفس الطريقة باخد خط كده وهمي سننزل هنا واخد الكرب الحاد اول الدايرة من هنا انا عملت الخطين كده وعملت دي كده ابدأ ان انا اشتغل عليه اخد خط من هنا نازل لحد منتصف الدايرة بتاعت دي كده واخد خط من هنا نازل لحد منتصف الدايرة بتاعت دي كده انا رسمت العينين والانف كده دخلنا هنا في الفم الفم جيت هنا باخد الدايرة بتاعت دي كده اخد خط كده اخد خط كده من الدايرة اللي تحت وانزل بها كده ونفس الطريقة من ناحية التانية كده وهنا اخد خط تحت الدايرتين كده ده الفم الفم على طول لو انا رسمت النن جوه هنا بتاع العين بيبقى طالع فوق سنة وقليل من تحت سنة كده طالع فوق سنة وقليل من تحت سنة موصلوش للخط التحت كده اخد هنا خط داخلي كده واخد هنا برضو خط داخلي كده حد اول الدايرة بتاعت اللي هنا كده اخد خط صغير من فوق هنا وخط من هنا صغير يمسك يبدأ اخر الدايرة اللي انا عملها من فوق ده هنا كده كده واخد من هنا بقى اطلع من هنا كده لفوق كده 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 اخد خط كده 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 سأخذ منه خط قدام سأبدأ أن أمسك من هنا أول عين سأخرج بخط سأخذ الخط بالظهر سأقوم بخط سأخذ أرضية الحاجب حتى الآن لم أرسمت بألم رصاص لكن لم أرسمت أخرى غير ألم رصاص لم أكملت رسمتي بأي شيء ثاني بأي ألم تاني كل رصاص هنا هذا الشكل يكون فيه على حسب الشكل البروترية هناك عين تبقى ضيئة وعين تبقى واسعة وعين تبقى صغيرة وعين تبقى كبيرة كل عين وليها شكل هنا وعين تبقى هذا الخط هذا ليس كذلك لماذا؟ لأن هنا كمنا هذه المسافة تبقى هذه المسافة من الخط المنتصف للخط الثاني صغيرة هنا أكبر يبقى هذا الخط 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 الخارجي ليس الداخلي ورح مقلل كده أنا برسم بمقيس ثابتة واشتغل معاكم برسمة أول مرة تشوفوها معايا كده واخد الخط الداخلي كده 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 أصبحت نفس المسافة بقيس كده بالألم من هنا حد آخر العين كده تلعت مش المسافة واحدة لا المسافة من هنا بمسح الغلط اللي أنا عمله كده كده أصبح كده عندي ان الاثنين مقاس واحد والأنف زي ما انتوا شايفينها بنفس التريقة دي وأصبح حاجبين زي ما انتوا شايفين وصد بعض فيه حاجب طويل وحاجب قصيد مايفرقش معايا الحاجب الطويل من حاجب القصيد ده هيتزبط لما نابع عمله وده هيتزبط لما اعمله لما ابدأ ارسم شعر الحاجب نفسه وابدأ ان انا اخد المقاسات بتاعتي بتاعتي البورترية انا مش ااخد الخطوط الخارجية دي بنفس الشكل كده بعد ما اخلص الوجه اللي انا بعمله ابدأ ان انا اشتغل على الخطوط الخارجية وازبط وازبط الازم بتاعتي بتاع الرسمة وازاي تنزل بالدوران بتاع الوجه لانه هنا الفم نفسه ده طوله او اسره بيخلي المسافة اللي بين الفم واخر الوجه واخر الوجه زي ما انتم شايفينها كده تظهر والبان اكتر نبدأ نكمل نكمل مع بعض رسمنا الانف اجي الفم جيت هنا بسمت الخط اللي هي ربع الدايرة وخط كيرفل تحت وانزل به هنا كده بسمت دي كده بنزل به كده كده باخد ده كده ااخد هنا الخط ده بامشي به كده عايدا وااخد الانحناءات بتاعي الدوائر بتاعتي دي واطلع بها البر وعشان ان انا اخدها كده بازلل سنة واحدة صغيرة في الده في الخط اللي في النص وهنا باخد تظليل خفيف عشان انزل به عشان انزل به بالودانة بتاعتي اللي انا بعملها او تسيح ااخد بالخط المزبوط لشوري انا كده واطلع بنفس الطريقة دي كده لفوق واطلع ابدأ ان انا ازبط الانف بتاعتي على الشكل الاخير اللي انا عمله اشيل الخطوط اللي انا عملها التقيلة دي وابدأ ان انا ارسم الانف على الدوائر والمسلس بتاعي مزبوط كده اقول لكم تاني باخد ده خط طويل كده بحد هنا خط منه ايه كده واخد ده بنفس الطريقة كده خط طويل لحد هنا واخد ننه فتحة تانية للانف على حسب فتحة الانف انا بشتغل فتحة الانف لكل بورتري غير التاني بطلع بخطوط خفيفة كده هنا خط خفيفة كده هنا خط خفيفة كده هنا خط خفيفة كده خط خفيفة كده واخد ننه من المشكلة والمشكلة تغيب حسنا ببنو أعمال الزراج الحلقة ستكون طويلة قليلاً لكي تترسم كل شيء بطريقة معينة وسهلة جداً لأي حد عاوز يعمل البرترير بحركات بسيطة جداً 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 هتعجبكم لو تبعتوني لحد أخر الحلقة أجيب ألم أتقل سنة من الرصاص اللي هو ألم 2B أبدأ أن أوريكم ألم 2B بشكل أبدأ أن أتقل الحروف التي أريد أن تتقل لكي أتقل كل ما فعلته أبدأ أن أعمل واحدة واحدة على رسمتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الخط الخفيف المنزل بابيين لكم كده هوا بالضبط كده باخد الخط اللي فوق كسرة بتاعة العين من هنا واخد الكسرة بتاعة العين من هنا اخد هناك فتحات بتاعة الانف واخد الخط الخارجي بتاع الانف ده كده وابدأ ان انا اسيح رصاص بتاعي ده كده لفوق بدرجة خفيفة واجئ اخد كده واجئ اسيح برضه من تحت الفوق كده عشان ما اخشش جوه انطاق العين واخد ده كده واخد ده برضه كده واخد ده برضه كده واخد ده برضه واخد الانف بتاعتي كده واخد ده برضه 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 هاجئ كده انزل بكده وانزل بكده وادخل سنة بسيطة في الدايرة بتاعتي زمن تشفي زمن تشفي بمثلث داخل الأنف بالتظليل وانزل بالتحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اخذ الانحناء بالتحل مظبوط اخذ الانحناء بالتحل اخذ الانحناء بالتحل ترجمة نانسي قنقر مظبوط اخذ الانحناء بالتحل ترجمة نانسي قنقر 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 أبدأ أن أظلل كده المسافات والمساحات اللي أنا عاوز أظللها وأبدأ أن أشتغل عليها نقط الإضاحة اللي أنا بعملها دلوقتي بتخليني أشتغل على البورتريه مضبوط اللي أنا عملته دلوقتي تخليني أشتغل على البورتريه مضبوط جدا خفيف كده وأبدأ أن أظلل الأنف بتاعتي أنا برسم حاجة نموذج بسيط ليا بعمله الأول مرة معاكم وياريت يعجبكم ويطلع ينور إحسانكم وتكتبوا لي في الكومنتات هو سهل ولا صعب واللي عاوز طريقة شرحة تانية أبدأ أشرحها لكم أشتغل على البورتريه مضبوط جدا أشتغل على البورتريه مضبوط جدا لحن اشتغل على البورتريه مضبوط جدا سنق کو إتنموط جدا أشتغل على البورتريه مضبوط جدا هنا انا بعمل ارضية للفمي حتى ابدأ اشتغل عليه واحدة واحدة مع بعضنا الفيديو معلش يا جماعة هيبقى طويل شوية هذا هو رسم توضيحي ازاي ارسم شكل بورتريل داخلي بنفس الابعاد اللي اعملها دي وبنفس الشكل اللي اعمل الوقت باجي هنا اعمل حسابي هنا في الرسمة اجيب قلم سن رفايع شوية عشان اخد فيه نقطة الاضاءة اللي داخل العين نقطة الاضاءة اللي داخل العين تبقى عبارة مربع كده المربع ده كده وهنا المربع نفسه كده دول مربعين اخد منهم بالقلم القتقل شوية واخد منه النن بتاعي كده اخد منه النن بتاعي العين ونحن اخد منه الضوران بداخل الضوران بداخل العين بداخل داخل ثقائل واخد الدوران بتاع العين من هنا تقيل اجيب الاستيكر فايعة معايا ابدأ ان انا اشيل البياض بتاع العين الاضاءة جوه وابدأ ان انا ازلل من جوه اكتر بالعين بتاعتي بنفس الطريقة دي كده واجي برضو اشتغل على العين من بره اتقل شوية وتقل هنا برضو واجيب الاستيكر الرفيعة بتاعتي ابدأ ان انا اخد لسعة الضوء اللي في العين كده كده وهنا القناة الدمعية باخدها بيضة شوية كده واخد من هنا جماعة كيف ده كده باخده بدوران من تقيل لخفيف اكتر واخد نفس الطريقة من هنا واخد من هنا برضو نفس الطريقة واخد من هنا برضو نفس الطريقة باخد من هنا بحق في نفس الشكل ده اجي اخد اتقل شوية من جوه من فوق العين واجي اخد الحاجب بتاعي بقى الحاجب يبدأ لمساته كما ترون يأخذ الحاجب بالدائرة من تحت الفوق بنفس الأسلوب من فوق لتحت بنفس الأسلوب مدرس ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ اضبط الحاجب اضبط الحاجب بالنفس التكنيك اضبط الحاجب اضبط الحاجب بكل المقاسات وطرق مسلسات ودواير وخطوط طولية وخطوط عرضية كيف أرسم؟ بداية فتحة الفم ونهاية فتحة الفم وكيف أفعل العين والنين ونعمل على كله وكله بالخطوط والدواير وكيف أرسم بداية فتحة الفم ونرسم خطوط الفم فتحة الفم نضع نصف في المنتصف وخطة أقل ونزل بها ونتقل الجزئي نضع نصف في المنتصف نضع نصف خطوط فوق لكنها خفيفة قوي نصف لسعة الإضاءة عندما أقوم بأستيكة صغيرة سأقوم بتبان جدا لكي أقوم بعمل الخطوط خفيف خفيف سأققلها ثاني لكي أظهر الخطوط اللي في الشفايف بنفس الأسلوب بنفس التكنيك ده كده بزبطه كل وجه بيشتغل معي لحدة أنا رسمت الجزئية دي اللي هي الأخيرة وتقلت عليها مخصوص عشان المسافة دي لازم تبقى دايرة أنا باخد دايرة من هنا الدايرة تلقت فين دايرة بإيدي كده تلقت فين الدايرة هنا يبقى الوجه أخره هنا واحدة واحدة مع بعضين وأربع أعلمكم واحدة واحدة ونذهب على الآخر لكي أخر لكي أخر برسمة جيدة لكي تبدأ تعمل ترسم كيف خط ادقني دا بالدارة التي نفعلها هل تروني اللفة تروني اللفة أنا باخدها وبطلع بها كده كده أخذ الدايرة بقسمها نصين نص تحت الفم تققله كده والنص الثاني اللي هو دا بتاعت الدقن وأطلع بها بالمساحة بتاعت دي كده بالذي أنا عملته وأطلع بها بخط كده كده تحشير هنا المسافة دي بين الحاجب وهنا هي نفس المسافة دي نحن شايفنا بالعين المجردة؟ لا بقلل المسافة دي كده بنزل بها كده بنزل دي 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 كده واخد الزيادات اللي برا دي بنزل دي كده نبدأ في الخارجي الخارجي اللي هو بيقول ايه؟ الأزن الأزن على طول تمسك من هنا من أول الحاجب كده كده الأزن سوف تأخذ من أول حاجب وأخذ كيرف بسيط لبرا كده وأخذ كده بدوران كده أنا لسه مرسمتش أزن أنا بأخذ تفاصيل بتاعتها الخارجية وهنا هنا أخذت الشكل الخارجي هذا هو الشكل الخارجي للأذن الذي أرسمه أريد أن أخذ في الشكل الداخلي أخذ هذا الكيرف وأقف هنا ونزل بخط الفايع في الآخر وأخذ من هنا نفس الطريقة ونزل بخط الفايع ونزل بخط الفايع ونزل بخط الفايع نزل بخط الفايع أخذ هذا الجزء ونزل بخط الفايع وأخذها تصليلي هل هناك جزئية هنا؟ سأقوم بعمل علامة التسعة اللي انا كلمتكم عليها قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده مع التضليل ده بعمل علامة التسعة باخد دائرة من فوق ودائرة من تحت كده باخد دائرة من فوق ودائرة من تحت كده علامة التسعة باخد الدوران ده كده لفوق ودائرة منزل بالتحت باخد خط كده باخد خط كده باخد الكيرفيوه بمجرد كده باخد دائرة من فوق ودائرة من فوق باخد خط كده باخد خط كده اشتركوا في القناة 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 اشتركوا بجرد اشتركوا في القناة 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 عشان تشوفوا الفيديوهات كلها متتالية وربع ديها وربع ديها وأي أسئلة تسألوها لي في الكومنتات ودلوقتي أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع قناة فن الرسم حاتم المصف